قتل سبعة عشر شخصا على الأقل وأصيب عشرات في العاصمة الاندونيسية بعدما شب حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء حسب ما أعلن الجيش وأكد رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينة وأدى الحريق إلى إخلاء إحياء مجاورة مكتظة بالسكان أطمت السيطرة عليه في غضون الساعات وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يفرون عبر شوارع ضيقة وألسن التلهب تتصاعد خلفهم ذكر رئيس جهاز الإطفاء في شمال العاصمة جاكرتا أنه تلقى معلومات أولية تفيد بأن أنبوبا انفجر في المستودع تحركت فرق الإنقاذ سريعا لاحتواء الحريق ومنعه من الوصول إلى مناطق سكانية قريبة ترجمة نانسي قنقر